ترجمة نانسي قنقر 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 كيف يحصل له والامر الاخر هنتكلم على من ايش يتركب ايش يتركب ايش المكونات حقه وبعد كده هنتشوف حق الامن ايش الوضائف حقهم بشكل عام وفي النهاية زي ما احنا متعودين هنعمل الامن ما هو تعريف الامن او الامن نعرفوك الاتي زي ما انتو تعرفوا اساسا قبل التعريف الدم عبارة عن ايش عبارة عن خلايا وعن بلازمة البلازمة فيها عدة بروتينات فيسموها بلازمة بروتين البلازمة بروتين هي اساسا نيكتف تشارج فلو ما يروح يعملها ترحيل كهربائي يحطوها جهة النيكتف تشارج ويعملوا ترحيل كهربائي ويحصل المولوكيول كل واحد حسب المولوك الرويت يحصل له ميجريشن فكلما كان المولوك الرويت صغير كلما كان بسرعة يحصل له الميجريشن وكلما كان ثفيل كلما كان خفيف في الميجريشن فلو شوفنا هنا امامكم اخف واحد هو البيومين وبعده ثلاث 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 نجيها من الأخف إلى الأعلى فنقول الآتي نقول هذا البيومين وفي معنى الغلوبين هنا الغلوبين هنا الغلوبين هنا ألفا وان ألفا تو والبيتا والغاما كلهم نسميهم الغلوبين الغلوبين مقلوم الكنسيطرات حقه يتركز في منطقة الغلوبين ومن هنا تجي تسمية غاما غلوبين انتو أخذتو في الهباتايتس بي ولا الهباتايتس اي ولا الفرسيلة لستر ولا غيره لو ما يجي مثلا المولود احنا نروح نعطيك غاما غلوبين للهباتايتس بي لو أمه مثلا مصابة وهو ولد نعطيك غاما غلوبين اسم الغلوبين جاي لأنه كل الأنتيباد متركزة في منطقة غاما يميل طيب تعالوا من الآن بعد ما عرفنا ايش تعريف الامينوغلوبين أو الانتيباديز هي عبارة عن غلايكوبروتين غلايكوبروتينز غلايكوبروتينز دي تنتج من البلازم سيل عندما يحصل لها رسبونس لأنتيجين هذه الانتيباديز التي تنتج من البلازم سيل رسبونس لأنتيجين تساهم في الاكسترسيلولر باثوجينز وذي نقول في منطقة الأهمية الأنتيباديز لا يقتل لكنه يساهم أو يساهم في الاكسترسيلولر باثوجينز وهذه الأنتيبادية موجودة أساسا في السيروم وموجودة في السيروم وموجودة في التشيلولر إذا نقولها بشكل عام هناك غلايكوبروتينز مولوكولز بلازم سيل في رسبونس لأنتيجين لتساهم في الاكسترسيلولر باثوجينز وموجودة في السيروم وموجودة ببساطة هي غلايكوبروتينز موجودة بلازم سيل الهدف منها لا تقتل الهدف منها تساعد في الاكسترسيلولر باثوجينز وذي نقطة في منتهى الأهمية كما قلنا في الانتراسيلولر منهج سلطة للميون سيستم لا يحدث داخل الخلايا لكنه في الاكسترسيلولر باثوجينز طيب كما اتفقنا هل هناك رول للانتيبوديز أو للبي سيل في الانتراسيلولر باثوجينز قلنا نعم لها دور كبير لما يحصل ربليكيشن زي ما انتم شايفين هذه خلية دخل لها فيروس الفيروس بدأ يحصل له ربليكيشن في هذه الخلية الخلية يحصل لها رابشر لما تخرج الخلية مش الفيروسات ستروح تصيب خلية ثانية الانتيبوديز الموجودة تعمل عملية وتعمل وتعمل وما تخليش هذا الفيروس يروح يصيب فبالتالي له رول كبيرة لكنه في الاكسترسيلولر جميل نحن الآن نعلم لأن ما نعرف منطقة تركز منطقة الجامة اذا ما الفرق بين الفرق استمر cleaned اذا لوَ يكون موجود موجود في السيرة في تيشوف لد نسمي به وهو الاسم الاعام طبعا امينوغلوبين هو اسم عام الانتيباضيز فالامينوغلوبين يحتمل انه قد يكون الانتيباضيز مرتبط على خلية او قد يكون فري فنسميه امينوغلوبينز لكن الانتيباضيز فقط يكون فري لكن بالنسبة لنا في استخدامنا ما مع التفرط نحن نقول انتيباضيز انتيباضيز المفهوم بالنسبة لنا واحد لكن هذا فقط للتفرقة بينهم اذا زي ما قلنا الامينوغلوبينز هو يكون الانتيباضيز موجود على الخلية مرتبط عليها يكون free بينما الantibodies الوحدة معنى free antibodies طيب تعال نشوف الآن خطوة خطوة كيف ستنتج الantibodies بس قبل ما نبدأ بالخطوات هذه أشتذكر بعض المفاهيم اللي تكلمنا عنها في basic احنا في حاجة سموها clonal selection theory مش احنا اتفقنا في الزمان في basic انه كل البيسل تستطيع انها تعمل unique antibodies هذا الان انتجين دخل فيروح يشوف ال specific antibodies البيسل وجب البيسل رقم 2 فذه يحصل لها activation ويحصل لها proliferation وتتحول الى blazma cell والطلع النقطة اللي عاوزين نتفق عليها احنا اتفقنا انه في البون مارو اثناء ما يحصل البيسل انه في معنى جين الجين ده اكيد حيحصل له transcription وتحول الى انزيم هذا الانزيم كيف هو اللي يعمل ما نسميه يبديه الى الانزيم كل بيسل عليها specific receptor وبالتالي منطقي ان البيسل لو تتحول الى blazma تتطلع الاف الانتباضي لهذا الانتجين الانتجين اللي ارتبط بها صح؟ طبعا هذا ليش؟ منطق هذا عشان يتيح للبيسل انها تتعرف على ملايين الانتجينات وهذا امر منطق تتعرف على ملايين الانتجينات لكل بيسل لها specific receptors وتتذكروا كمان قلنا يومها ان الانتباضيز كموليكيول يتكون من 2 heavy chain و 2 light chain قلنا 2 heavy chain مش قلنا منطقة البي وقلنا انه فيه 3 جين تتحكم بها وقلنا هناك في البون مروا فيه باركة من الجين وقلنا نعم البي والدي والج وقلنا عدد البي منهم عدد والدي منهم عدد والج منهم عدد نفس الوضع بالنسبة قلناه كمان لال2 light chain مش المنطقة الاعلى سميناها variable لكن هنا حيتحكموا فيها 2 جين لمنطقة الvariable اللي هم البي والجين وقلنا فيه عدد منهم فيه عدد من الجين حق البي وفيه عدد من الجين حق البي وقلنا دول موجودين الان اثنان ما يحصل موجودين عدد كبير من البي جين وعدد كبير من الدي وعدد كبير من الجين وبالتالي الراج 1 والراج 2 اللي هو يحصل له ويحصل له وينتج عنه انزيم اسمه الريكمبانيز ده عنده القدرة انه يعمل يختار مثلا على سبيل المثال في الهيبي واحد من البي وواحد من الدي وواحد من الدي دول هم حيكونوا specific receptor على سبيل المثال في هذه الخلايا الآن فيها نمط اختيار معين البي والدي والج حتطلع مثلا الريسيبتور وهذا حيطلع الريسيبتور بشكل مختلف وهذا حيطلع الريسيبتور بشكل مختلف وقلنا ده اكيد الموجود في البون مرو وده نفس اللي بيتم التعامل مع ال بالنسبة للهيبي واللالت نفس الوضع بالنسبة لل تي سيبتور صح او لا مايه او مايه طيب الكسبسائج اذا اتذكروا نحنا اتكلمناه يومه بس اعيدوا على الهواء ايش اللي يحدث لو حصل ميوتاشن في الراج 1 والراج 2 فضلوا واحد طيب واحد ما في انتيبوديث مين اه ملكم هتكون الوضع صعب شوفوا في الامتحان ما نحفظش نفهم احنا صحيح مش موجود مثل ال بلتالي صحيح مش هيحصل اي موجود واحد وحاجة ثاني كمان حتحصل مش قلنا كمان عندي السيل موجودة على ال T-Cell Receptors نفس الوضع بالنسبة لل T-Cell Receptors هو ولي يشتغل عن Recombination فماش موجود خالص، حصل Mutation فحيحصل defect في البوث مش قلنا ال B وال T-Cell هيحصل فيهم defect وبالتالي مش قلنا انه هيحصل disease اسمه ايش؟ severe combined immune deficiency طيب، اذا سيكون هناك defect في the Humeral Immunity وفي السلم هذه المنطقة لماذا سيكون هناك defect؟ لانه ال specific receptors اللي على ال T-Cell واللي على ال B-Cell مش موجودين فبالتالي لو ما يدخل انتجين ما يردوش تعالف مها خالص وبالتالي مش هيحصل اي المنطقة ومن هنا نقول عليها C-Pir combined لماذا combined؟ لانه ضربت ال B ضربت ال T نعم طيب الآن نتعود فيلم على Antibodies Production خطوة خطوة ركزوا معي لو في استفسار رفعوا ايديكم ما في مشكلة عشان ينتج ال Antibodies في Two Pathways يكون T-Cell Dependent Antigene ايش معناها؟ انه ما يمكنش ينتج ال Antibodies الا ان تشارك T-Cell وذلك سموه T-Cell Dependent Antigene يعني Antigene هذا عشان يطلع Antibodies معتمد على وما يمكنش تنتج انتباضي لا يوجود جميل والأمر الآخر انه T-Cell Dependent Antigene فيه انتباضي ستطلع غير معتمدة على مشاركة سنبدأ بأول واحد في الطريقة الأخرى وفي البروش الثاني T-Cell ليست بالضرورة ان تشارك وليس لها معنى ما نعيش لازمة خالص تعالوا شوف الأول اللي هو T-Cell Dependent Antigene وهي مصطل Antigene ستكون بهذه الطريقة تعالوا ستكلم عليها خطوة خطوة ايش اللي ستكلم عليها خطوة ايش اللي ستكلم عليهم بالتفصيل ليس التفكرة انه يدخل Antigene وتجيله Antigene presenting cell خلوا ايوه وبعدين Antigene presenting cell حتى وانتل Antigene على MC class 2 وبعدين لو ما اهتروا على الطوع حيجي دائما برافو عليكم حتيجي تيهل برسل حيحصلها وبعد كده حيحصل P-Cell Activation وبعد كده حيحصل تتحول الى بلازمة cell وتطلع Antigene وتحول الى memory cell وتظل محفوظة المموري هذا الانتجين فيما له دخل حيحصل Releasing Antigene هذا الابروتش الاهم هنتكلم عليها بالتفصيل خطوة خطوة طيب اول خطوة هي ست خطوات اول خطوة في الانتجين هي الانتجين entry دخول الانتجين الخطوة الثانية هي Antigene presentation الخطوة الثالثة هي Activation of T-Hilber Cell والخطوة الرابعة هي Activation of B-Cell والخطوة الخامسة هي Production of Antibodies وبعدين هتتحول الى memory cell اللي ننقل عليها differentiation طيب في الانتجين انتري مش اتفقنا زمانه هنتكلم عن فاقوسيتوزيس لو ما تعملها النيتروفيل قلنا ان النيتروفيل تكسر الانتجين وتعمله throw out وتتذكروا لو تذكروا احفظوها او تركزوا عليها اتكلم عليها في يوم ما الآن شوفوا الانتجين ذا اخذته النيتروفيل وكسرته داخلها وعملته throw out في التشوفلويت الآن مش معنا بيسل وبعدد كل بيسل عليها different receptors صح؟ واحد من الانتجين حيروحوا يلتصقوا على specific receptor على البيسل قلوا تماما كويس هذا الالتصاب خلاص سيحصل الانتجين لهذه البيسل اذا الابتوب هذا التصق على البيسل هذا الالتصاب يعمل اكتيفاشن لCD 79 79 الCD 79 يعطي سيجنل لخلية البيسل هذه عشان تعمل اكتيفاشن لانترلوكين ريسيبتور 4 اذا كل العملية سيحصل الانتجين ستكسره واحدة من الابتوب ستحصل البيسل سترتبط بها سيعمل اكتيفاشن أو سيجنل لسل عشان تعمل اكتيفاشن على سطح حقها اسم الريسيبتور انترلوكين 4 ريسيبتور تذكروا ان معنا انترلوكين بسيبتور طبعا في نفس الوقت مش الانتجين ذا دخل بأعداد كبيرة سيحصل الانتجين واتفقنا من زمان انه الانتجين تعمله 3 cells dendritic cell 3 cell ماكروبيجز ستأخذه وتكسره وتعمله وتربطه على mc class 2 وتظهره على وكمان تظهر انترلوكين 1 فهذا الانتجين اذا في قطوة سنحتاجها بعد شوية انه اول ما دخل الانتجين وعملت واحدة من الابتوب التسقط على الانتجين عمل الانتجين فطلع انترلوكين اثناء هذه الخطوة ما بيتم يحصل الانتجين انه يتأخذ الانتجين ويحصل له ويحصل له ويرتبط على ويحصل له بالاضافة الى انترلوكين 1 الانتجين تعالوا شوف اعيد هذه المعلومة اللي قلتها في السلم اتفقنا بما لا يعملها للشك انه الانتجين هي العارضة للتيه البرسل التيه البرسل اول ما تيجي نائف ما معنى نائف هي ماتيور لكن عليها كل الانتجين اللي هي responsible for production سيتوكين لا بد ان تحدد هذه هل هي حتكون تيه البر 1 ولا واتفقنا انه لو طلع لو جاء سيتوكين انترلوكين 4 حيعمل صح الكلام وبالتالي الخلية دى هتصبح تيه البر 2 وحتعمل انترلوكين 2 تيه البر 2 وحتصبح الخلية تيه البر 1 وبالتالي هتعمل تيه البر 2 تيه البر 3 متفقين متفقين الان حصل انتجين تيه البر 3 كيف حيحصل اكتيفاشن اول ما قلنا حصل الان الخلية عملت انتجين ستروح لل للمفنول فلما تروح لللمفنول ستقابل هناك ملايين التيسل مش هترتبط معها الا التيسل اللي معها لهذا الابي 2 لا هناك مشكلة قلوا ايو اي حاجة طيب الآن عرر بهذا الانتجين على الامتسي كلاس 2 وفي المفنول موجات التيسل الاسبسيك ريسيبتر له وبالتالي ارتبطت معه قلنا عاوز 2 هذا السيجنل الاول الامتسي كلاس 2 مع تيسل ريسيبتر هناك نقطة مهمة هنا في ادبانس ما هي معلومة صعبة يطلع انتلوكين فور بس مش عارفين من فين تضطع اي خلية تطلعه بعكس تيه البر 1 هنا يطلع انتلوكين فور من خلية مساعدة مش عارفين من فين اول ما يطلع انتلوكين فور ذا خلاص سيعطي السيجنل لهذه الخلية انتصبح تيه البر 2 كمام الان اذكزوا معي خلاص الان الخلية دي مش اتفقنا ان السيدي ثري تعطي السيجنل للخلية هي موجودة في كل تيسل وتعطي السيجنل للخلية دي فحتبدأ الخلية الانتباط الاول اللي هو الامتسي كلاس 2 مع تيسل ريسيبتر والبي سفن مع سيدي ثمانية وعشرين والسيدي فورتي مع السيدي فورتي هيعطي الفلية دي سيجنل انها تعمل لأول جيل اللي هو انترلوكين 2 فده هيحصل له ترانسكريبشن وحيحصل له ترانسكريبشن وحيكون باوند على السل حيكون باوند على السل هصل الان انترلوكين 2 بعد كده هتروح تعمل ترانسكريبشن وترانسكريبشن وهيعمل اوتو فالتيهلبر هيحصل لها حتكثر التيهلبر بشكل كبير واصبحت زي ما قلنا تيهلبر 2 حصل لها ان الخلية دي اعطت انه اول جيل يحصل له اكتيفاشن اللي هو انترلوكين 2 فهيحصل له ترانسكريبشن وحصل له ترانسكريبشن واصبح على السل سيرفس بعدين هيحصل اكتيفاشن لل اكتيفاشن اللي هو انترلوكين 2 هيحصل اكتيفاشن وحيحصل اكتيفاشن جميل طيب الان تعالوا نشوف كيف حيحصل اكتيفاشن البيسل مش اتفقنا من اول خطوة انه اول ما عملت النتروفيل انقامت من الانتيجين وكسرته الى ايبيتوب وطلعته وجاء واحد ايبيتوب وانتبط على البيسل وCD79 عمل خلية وطلعت الانتلوكين 2 جميل الان اكتيف البرتوب مش اتفقنا انه من ضم السايتوكاينز اللي اطلعها انتلوكين 4 و5 جميل تعالوا نشوف الان هتطلع انتلوكين 4 انتلوكين 4 هيروح للريسيبتور اللي عليه هيعمل للبيسل ذي لاينه حلو فالبيسل ذي هتكتر هيحصلها وكمان وهي بتعمل حتعمل اكسيبريشن للانتلوكين 5 على سطحها الانتلوكين 5 زي ما انتوا عارفين يطلع انتلوكين 5 وقد لوا سبيسيبتور على البيسل فحيلتصق حيلتصق على البيسيبتور ومن هنا حيحصل ما نسميه حتتحول جزء من الخلايا البيسل الى بلازمسل وجزء منها سيتحول الى ميموريسل الانتباديسل طبعا اول انتبا يطلع اي جي ام في اي في اي تاثوجين وحقول لكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ليش الانتباديسل اللي يطلع ده الانتباديسل الانتباديسل او الانتباديسل 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 والانتباديسل ويطلع من اجله زي ما قلنا اول واحد ويطلع IGN ومن ثم يحصل له إي جي او اخر امي اميونجلوباليين في نقطة مهمة لابد نستعبها سويا هذا الانتجين كم مع الابيتوب؟ 4 ابيتوب كم معه؟ 4 ابيتوب كل ابيتوب حيحصل له نفس البروسف اللي قلناها فبالتالي حيطلع specific antibody لهذا المثلث وحيطلع لهذا وحيطلع لهذا الابيتوب فبالتالي تخيلوا ذي حكمة كبيرة حتطلع different type of antibodies تمارس وظيفتها لأنها واضحة هيا الان exercise exercise رقم واحد لو سمحتوا اه اطلع الورق من عندكم لأنه دا ما انطبعش الان لو كانت الانتجين لو كانت الانتجين لو كانت الانتجين لو كانت الانتجين هي كيف حيحصل الprocess في production of antibodies بسرعة لو سمحتوا شباب بسرعة تقلق ايضا كلام انتجين لو حيحصل له وحيعرض على المسي كلاس 2. مش هتيجي تي هيلبر 2. تي هيلبر 2 دي مش هتتفاعل معها ب 2 سيجنلز مع الفي سيل. أول شيء المسي كلاس 2 مع التي سيل ريسيبترز. وبعدين البي سيفن مع سيدي ثمانية وعشرين والسيدي فورتي مع سيدي فورتي ليجلز. لاينا حلو. كلكم عنده كلا. تمام. خوضكم الله. طيب. حتطلع خايتو كاين. النقطة اللي انا شايف انه حصل ميسيك فيها. انه نفس البي سيل هاله اللي حيحصلها. وهذا لوجيك. ليش لوجيك؟ لانها هي اساسا لها ريسيبتر اللي استقبلت العنتي جين. ما معنىها؟ معنى هنودي غور يحصلها لانه لانه لما حتطلع بلازمة سيل حتطلع نفس العنتي بادي اللي استقبلته. الابيتوب. وبالتالي هو المطلوب. لان انا شفت انه حيروح لدعي بي سيل. قضي موليدة اساسا. فنفسها حيحصل لها وحيحصل طبعا عدد كبير بالبي سيل. حتتحول بعدين زي ما قلنا الى بلازمة سيل وطلع انتي باديز والميموري سيل. واضح الفكرة. مفيش حاجة. طيبة. شباب. شباب. الموضوع سهل جدا. مش الان خليكم طيبة. اتسالوا. ايه ايه. اتسالوا. ايه. اتسالوا. ايه. اتسالوا. يا غرور. موضوع سهل. ايه بيتوب استقبلته بي سي سيبتورز. اه ليس من المنطق واللوجك. انه هذه بيسل معناها انها الانتباضي اللي حتطلعها هتكون سبسيفك لهذا اللي بيطوب صح ولا لا؟ خلاص اذا الامر الاخر انه هيحصل انه تيه البرسل حتيجي حتتفاعل مع هذه الخلية البيسل بعدين حتتطلع سايتوكاين ستعمل بروليفريشن لهذه البيسل اللي ارتبطت وبالتالي حتتحول الى بلازمسل وحتتطلع انتباضيس وحيحصل مرجم ميها الانتباضيس مفهم لينا او لا عادة مش مفهم؟ فييسان بتفضلوا فييسان واضح طيب السؤال الثاني لو سمحتوا هذا معوض حق الاكسرسايز لان اتبعي الساعة وان اتبعي فاظاح مفهم وان اتبعي إذن صحيح البيسل عجرة في المياه، لكن ليست الفنكشن هي البيسل نفسها، لأنها حتحول إلى بلازماثل. البلازماثل هي اللي تطلع آلاف الانتيبوديز، الانتيبوديز هي اللي تكون بالوظيفة. طيب تعالوا نشوف الآن الانتيبوديز الانتيبوديز، اللي تكلمنا عليه ما يظهرش انتيبوديز، وما يحصرش اكتبيشن البيسل إلا بمساعدة تيه البسل. الآن كيف هتطلع انتيبوديز بدون ما تشارك الانتيبوديز؟ هذا ما يحدثش إلا في specific انتيجين، اللي هم البوليساكرايد انتيجيني، مش بوليساكرايد معناها شوغرز، فالشوغرز أساساً بتكون معه ريبيتد يونت اوف شوغرز، شوغرز جم شوغرز جم شوغرز، دول هم عبارة عن الابيتوب، ديفرنت الابيتوب، لأنهم فرن، فذان نسميها ريبيتد يونت اوف شوغرز في البوليساكرايد، ايش اللي حيحصل بالضبط؟ هذا البوليساكرايد اللي هو ريبيتد يونت اوف شوغرز، حيلتصق على البيسل عليها البيسل ريسيبتر، حيلتصق على البيسل ريسيبتر، هذا نسميه البايندينج؟ قلوا إيواء البيسل اللي عملت بايندينج هتعمل حاجة نسميها ما معنى كروس لينكد؟ مش ده مولوكيول وده مولوكيول تربط الطوب مولوكيول مع بعض فيحصل ما نسميه بالكروس لينكد شايفين كيف؟ هذا البايندينج وبعد الكروس لينكد يعمل الاكتفيشن للبيسل وثاوة نيد ما فيه تي البرسل وما فيه سايتوكاين طبعاً فذي على طول حيحصل لها سيجنال انها تحول نفسها الى بلازمة سل وبالتالي حتطلع فقط اي جي ام فقط ومستحق سيحصل إلى أثر امينوغروبليز ليش؟ قولوا ليش؟ ما فيه سايتوكاين وبالتالي ما فيه تي البرسل وما فيه سايتوكاين وبالتالي مافيش إطلاقا لا ميموري سل ولا أخرى إمينوغروبيل. هيكون معنى واحد إمينوغروبيل اللي هو IgM. عيدها. The T-cell independent antigen. ما تحدثش لها مع الـ Polysaccharides Antigen. الـ Polysaccharides Antigen اللي هم يشللهم كابسول من الـ Polysaccharides. ما معنى Polysaccharides؟ معنى ها ربيتد شغر. فذا يجوا الـ يعملوا بايندين. وأثنما يعملوا بايندين يعملوا هذا البايندين والكروف ليندين يعمل ويحاولها إلى بدون احتياجها للـ T-cells اللي جاية من الـ T-cells. فبالتالي هتتحول بلازما سلحة تظلها IgM فقط. وبالتالي نجي نقول هنا أنها T-cell independent antigen. طيب الآن أعملوا الـ Compare ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر هذا ما لو سمحتهوا. اول نقطة أنتجين قلنا مصط الانتيجين حيحصل انه تشارك تيه البرسل. الفوليساكرايد انتيجين قلنا لي هما سبيسيفك. الامر الاخر. السيجنل. الفيرسيجنل هنا الامسي كلاس 2 مع تيسل. السيدي 4 تيسل ريسيبتر. هنا البيسل ريسيبتر مع الانتيجين. السيجنل هنا البيسيفل مع سيدي 28. سيدي 40 مع سيدي 40 ليجنز. لكن هناك الكروس الديوة seben Home Detcial. السيجن خوصوص ب الأنتيجين مع الparable. هنا سيكون Ups체 للسيجن ، سأكون überدفط لانه ليس هناك اسبيل. الفيرس الماغته اللي هيouvحك ايجي ايم وهنا?, كلchain. السيجن لوسول على اي جي جي اي في الطريق. هنا، هنا لسه؟ اجين. العربة كلام nursery نبذاؤ بالنافس. سهلا، طيب، الآن سؤال نقش على هنا معاكم إذا كنت عاوز تعمل فاكسينز للبوليساكيرايدز بوليساكيرايدز للهيموفلاس إيمبولونزي، أخذتوها هي كابسوليتب، صح؟ كابسوليتب، ها؟ حلونا تكلم اللحظة، عاوز نعمل فاكسين لها تفكروا الآن كيف حيحصل، كيف حنعمل فاكسينز لها؟ طيب اللحظة، الشي فاكسين، ولو ما ها فاكسين والله وعين الله نصدقش الحجاب، رافوا عليك؟ يلا تكلموا معاكم انتم صنعوا، احنا على هوا تكلموا، في فاكسينز لها، طيب شوفوا الفكرة، في فاكسينز لها، فاضلنا بضلز ممتاز برافو علي صحيح هي نفس الفكرة اللي يقولها عبدالعزيز الأول ما عملوا الفاكسينز وجد انه تكون اي جي ام والاي جي ام شورت لايف قالوا ايش فادت الفاكسينز انه اعمل فاكسينز شورت لايف ما عملوش معنا فقالوا اذا هذا البوليس اكرايز الانتي بدي تطلع قدن مشاركة تيه البرسل كيف افكر وقلي تيه البرسل تشارك اروح اربطها ببروتين فلو ما اربطها ببروتين ستشارك تيه البرسل وبالتالي حيحصل سويتشنج من ال اي جي ام الى ال اي جي جي وبالتالي ضمن تعمل موضو واضح الفكرة والدارك الان لو تشوفوا الان الفاكسينز حق المكتوب عليه ما معنا انه ارتبط ببروتين عشان يضمن مشاركة تيه البرسل هذا الان البوليساكرايز سيرتبط كما قلنا بالبيسل سيطلع اي جي ولذلك ما فيش تيه البرسل وما فيش سايتوكاينز وما فيش ميموريسل وما فيش كلاس سويتشنج وبالتالي يلابد من موابع بروتين عشان تشارك تيه البرسل وبالتالي يكون فيه سايتوكاينز وفيه ميموريسل الآن نجيه الى الاميونوغلوبليس او الانتيبوديس كيف الحقه؟ هو يتكون من تيترا بيبطايد ايش معنى تيترا؟ ثور بسيطة الآن نريد لأن الأمينو أسد حقهم كثير يمكن يصل إلى 400 أمينو أسد وتو كمان identical light chain ولأنهم light الأمينو أسد حقهم يمكن يصل إلى 200 وذول مربوطين كلهم المولوكولز بحاجة بنسميها دايد سالفايد بوند إذن الأمينو غلوبين سهل لستراكشر حقه عبارة عن فور بوليبتايد تو هيفي chain identical وتو لايت شين ايدنتيكال مربوطين كلهم في بيش دايد سالفايد بوند جميل للايت شين للايت شين فيه تو تايب من اللايت شين يا حاجة بنسميها كابا يا لمدا 60% من الوكيون بتكون كابا تشين وما ينفعش يعني جناح كابا وجناح لمدا لابد الاثنين يا يكونوا كابا يا يكونوا لمدا وذول موجودين في كل أمينو غلوبينز يعني كل الأمينو غلوبينز طيب في نقطة مهمة جدا حاجة بنسميها دومين احنا مش اتفقنا انه معنا أمينو أسيد تقريبا كل مئة أمينو أسيد كل مئة وعشرة يكونوا لوب اللوب دا نسميه دومين ففي اللايت معنا كم حيكونوا دومين تو دومينز واحد للفاريبل وواحد للكونستانت والهيفي تشين كم حيكونوا معنا دومين أربعة دومين تقريبا واحد للفاريبل وثلاثة للكونستانت جميل طيب جووا انفترو في المعمل عشان يدرسوا خواص الأنتي باديز فجابوا انزيم اسمه البابين البابين دا يعمل كتنج في الهنج 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 ريجون في منطقة الهنج ايش معنى هنج اي مفصل زي المفصل بالضبط فرح قسم الملكيون الى الى البارت الاعلى يسموه يسموه البارت الاعلى والبارت اللي تحت يسموه فراجمنت الـ Fc وهي C جاية من عدة تسميات لكنها الاساس التسمية لو ما حطوه فيه بطر معين يعمل كريستال شكله زي الكريستال فسموه Fc الجزء اللي تحت مجموعة الكاربوكسل والجزء اللي فوق مجموعة الاماينو مش الاماينو أسيد تركيب الاسباشر حقه في مجموعة الاماينو ومجموعة الكاربوكسل فالFC تحت في معاها مجموعة الكاربوكسل والفاد هتكون مجموعة الاماينو طيب في منطق مهم جدا نركزوا عليه في النقطة الـ FC portion إذا اختلف السلسلة حق الهيب تختلف الـ function ولذلك احنا معانا 5 types of immunoglobulins اللي باسم كلمة ماجد أو جامد جامد أو ماجد دول كل إذا اختلفت السلسلة الـ heavy chain تختلف الـ function لكن النقطة المهمة كمان انه دي احنا مش انتفقنا انها C2 وذي كمان C3 C2 خاصة بالـ activation للـ complement والـ C3 هي اللي بتعمل الـ specific receptor عشان تعمل optionization وتعمل EDCC طبعا ده منطقة الـ S اللي منطقة العنس منها منطقة الفاب منطقة الفاب كلها سواء كانت الـ variable أو constant في light chain فيه ثلاثة مصطرحات لابد نستوعبهم في حاجة بنسميها paratope وaddiotime والآيزوطime طيب بركزوا معلو سمحتو هذه المنطقة نسميها الفاب منطقة كلها المنطقة دي ايش اللي فيها فيها variable هذه الصفرة variable light chain وconistant light chain والمنطقة الصفرة حق الـ heavy variable وconistant heavy دي نسميها كلها منطقة الفاب اللي سموها antigen binding أو fragment antigen binding كويس المنطقة دي فقط حق الـ variable between light وبتوين الـ heavy نسميها الـ anti-gene binding site أو نقل عليها الـ baratone إذا الفاب كل المنطقة سواء variable أو colist في light أو في heavy المنطقة الـ variable في light أو في heavy نسميها باراتو الـ anti-types أي شي مش اتفقنا احنا وإحنا زمان نقولنا انه في three regions في منطقة الـ light chain الـ three regions دول نسميهم hyper variable regions الـ hyper variable regions دول هما complementary determining regions اللي بيكونوا اكيد complementary اللي بيتوب مش بيرتبط لو ما يرتبط الآن الـ anti-gene مش يرتبط بين الـ variable light والـ variable heavy الـ الارتباط بيكون في three regions اللي نسميهم hyper variable regions أو سميهم complementary determining regions هذا نسميهم الـ aditypes إذا ما هو الـ aditypes هو three hyper variable regions في نقطة مهمة جدا لو أخذنا الـ three variable regions دول وحقدنا في بعض مش حيطل لهم antibodies ايش نسمي الـ antibodies ده anti aditypes مش هما الـ aditypes أساسا فنسمي الـ antibody اللي حيطلع عاديين الـ three regions دول الـ hyper variable region دول نسمي anti aditypes احنا احنا اتفقنا الآن معنى IgM IgG IgD IgE IgA السلسلة IgM لماذا قلنا عليها μ لأن لها الرجمة حق الأمين واسد يختلف عن γاما دول تالي دي سمينها سلسلة μ ودي سلسلة γاما ودي سلسلة delta ودي أبسلول ودي ألفا إذا إيش الـ change اللي حاصل فيهم change في تركيب amino acids وaccording arrangement of amino acids ستختلف الـ function حقه لهنا كويس إذا الخلاف الأساسي في function هو يعتمد على Fc portion لماذا Fc portion لأن فيه الـ region وهي التي تحدد نوع الـ بينما الـ farn هو يحدد مكان الانتيباض الـ الآن لو تكرمتوا الـ exercise الثالث ركزوا معي هذا اللي حيبال الآن أنكم الصعبين ولا لا حيبال ركزوا معي ركزوا معي ركزوا معي ركزوا معي ركزوا معي سماعتوا هذا هذا الفات صح الولاي وهذا عندهم بانزبال سايد أو فاراتو وهذا الانتيباض بانزبال الثلاث اليوم عدي طائب أو complementary determining regions هذا الانج ريجان تمام هذا fc بورشان طيب السؤال اللي بعد اشتسمع عياباتكم لو كان if there are five different classes of antibodies for the same ابتوب is there is difference in immune response ياقي نفسي تسمع طاحبي لو سمحته ياقي نفسي اسمعك صح ولا غلب في immune response ولا ما في شي نفس immune response قول أي حاجة نفسه اشتغوله نفس نفس المي response ياقصار التعليمي مش اتفقنا عنه according type of immune global تختلف function ففي التالي حيختلف immune response واحد ممكن يعمل activation complement واحد ممكن يعمل EDCC واحد ممكن يعمل optionization فكيف هيكون the same المي response هيختلف according the fc portion according type or iso types according the heavy chain معاي اقول صح اذا الbiological functions خلاص يا شباب الbiological functions هتختلف خلاص هتختلف according type of heavy chain لو كانت ميو لو كانت داما لو كانت ديلفا هتختلف according types of heavy chain زي ما قلنا complement activation سيعملوها IgM IgG optionization فقط IgG ADCC IgG neutralization IgG IgA agglutination IgM وكمان ممكن IgG فبالتأكيد هتختلف according to the heavy chain هذا زي ما قلنا عندي binding site وشوف ركزوا ماي على الوان هذه lfc portion فكلما تغيرت the heavy chain كلما تغيرت الـ functions الـ functions the heavy lobelins تفضلي لا كويس برافو عليكي الشباب ركزوا في سؤال مهم هنا الآن نطلع anti-body IgM مش الـ anti-binding site هي تبط بالanti-body بالanti-gene قلوا أيها ونوع السلسلة إيش IgM أول ما تطلع اللي هي ميو مش لو ما يحصل production site وكاين ستغير السلسلة اللي هي الميو إلى gamma ستتحول الـ IgG لكن anti-binding site نفسه فبالتالي نفس البايندين لكن تغيرت السلسلة فبالتالي سيتغير الـ function طيب الآن تعالوا نشوف آخر حاجة function of antibodies زي ما قلنا الـ antibodies لا تقتل الـ antibodies تساعد في القتل أول أمر تعمل ما نسميه بالـ agglutination طبعا in general function بشكل عام تعمل agglutination agglutination يعملوها IgM or IgG IgM بشكل أكبر طبعا ما منع agglutination يعملو طراص فبالتالي إذا سيعمل prevent للـ disseminated سيعمل localization للـ infection فذي أول function ثاني function antibodies سيعمل neutralization فبالتالي مش هتخلي الـ organism يلتصق على الـ host cell حقنا سواء كان neutralization للـ toxin أو للفيروس أو للبكتيريا وذو الـ IgG والسيكورتوري IGA هذا التوكسين مثلا شايفين التوكسين مدى مفروض يلتصق على الـ host cell حقنا الـ antibodies لو ما يطلع يروح يعمله neutralization prevent attachment فبالتالي واحدة من الـ function أنه يعمل neutralization للـ toxin فبالتالي هذا التوكسين مش هتتصق على الـ our cell حقنا وبالتالي عملنا له prevent attachment الفيروس الفيروس مش قولنا في الإكترا cellular space لو ما يخرج من الخلية يروح يلتصق على other cell الـ antibodies الموجودة تعمله neutralization ما يتخليش يروح يلتصق على other cells البكتيريا كمان لو ما يتطلع antibody بكتيريا البكتيريا بوريا يحصلها attachment فتجي الـ antibodies تلتصق بالبكتيريا وما تخليهاش تعمل attachment كمان تعمل enhancing بالفاقوس ايش معنى optionization معناها enhancing phagocytosis شوفوا تذكروا زمان قلنا انه يحصل between receptor attachment ويحصل phagocytosis هنا دخل الوسيط هذا الوسيط كأنه يمسك الارغنزم ويدحت له الى داخل اذا حصل enhancing للphagocytosis هذا يسميه optimization اذا ما معنى optimization انه enhancing لل وحتى يتم الاوبصنization لابد من وسيط الوسيط هنا antibodies في واحد من complement fragment يسموه C3B برضو يعمل وسيط لل phagocytosis ونسميه optionization هذه optionization الآن البكتيريا مثلا لو كانت capsulated أو غير ظهار لها antibodies الانتي بودية سترتبط بال organism الاسم وال Fc portion مش اتفق عن Fc portion فهيتصغ ال Fc portion على phagocytosis زي ما انتو شايفين الان وهيحصل ما نسميه enhancing لل phagocytosis شايفين كيف التصغ الان ال receptors وبالتالي حصل enhancing phagocytosis كان انه يعني سحب صح لانه حصل بال receptor بال receptors اكتيفيشن ستتكلم عليه في محاضرة ان شاء الله بعد المحاضرة القادمة باذن الله انه الانتيبوديز انه IGM و RIGG يلتسقوا على ال organism ويحصل اكتيفيشن الكمبيلمنت الكمبيلمنت تعمل lysis فتعمل lysis لكن بوسيط الانتيبوديز اذا هي زي ما اقول الانتيبوديز بتساعد الكمبيلمنت حشان تعمل lysis اكيد الام الحامل بتعطي الجنين الانتيبوديز الانتيبوديز وحتى يحميها يحمي الجنين لمدة تسعة شهور او فترة من الزمن ولذلك شوفوا احنا دايما في الحسبة ما نلقحش اللو قد الطفل عمره تسعة شهور ليش لأن معوه الانتيبوديز بالام حقه فاحنا عاوزين الانتيبوديز تروح بالكامل عشان لما يدخل الأنتجين يبدأ الاميون سيستم حقه يتعامل معه ويطلع الانتيبوديز كمان الادي سي سي واحد موظائف الاميون غلوبلينز الادي سي سي اتفقنا انه يلتصف على الارجت سيل وتجيله الناتشل كيلر سيل او او اثر سيل هيطلع برفرين وطلع ويعمل الديستراكشن للتارجت باي الادي سي اللي هو طبعا زي ما قلنا ناتشل تعمل تعمل نتروفيل تعمل تعمل اي دي سي ماكروفيل تعمل اي دي سي اي دي سي ازينوفيل بر glitch اي دي سي كمان من ضمن الف目前 انه الاجي اي مش الاجي مينو وضوي الصدق الفsim الحق ريسم هنيتك adds الانorry الناس سكان الان الاكسرسايز ثمانية وتسعة تركزوا فيهم لو سمحتوا اشتركوا في القناة 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 صحيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة